بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كان هناك صبي هزين الجسم شارد الذهن يبيع أقلام الرصاص ويشحذ مر عليه أحد رجال الأعمال فوضع دولارا في كيسه ثم استقل المترو في عجلة وفي لحظة من التفكير خرج من المترو مرة أخرى وسار نحو الصبي وتناول بعض أقلام الرصاص وأوضح للشاب لهجة يغلب عليها الاعتذار أنه نسي التقاط الأقلام التي أراد شراؤها وقال إنك رجل أعمال مثلي ولديك بضاعة تبيعها وأسعارها مناسبة للغاية ثم استقل القطار التالي بعد سنوات من هذا الموقف وفي إحدى المناسبات الاجتماعية تقدم شاب أنيق وسيم نحو رجل الأعمال وقدم نفسه له قائلا إنك لا تذكر لا تذكرني على الأرجح وأنا لا أعرف حتى اسمك ولكني ولكني لن أنسى كما حييت يا جرى ماذا صنع هذا الرجل بهذا الصغير إنك أنت الرجل الذي أعاد إلي احترامي وتقديري لنفسي لقد كنت أظن أنني شحاذا أبيع أقلام الرصاص إلى أن جئت أنت وقلت لي أنني رجل أعمال أيها الإخوة والأخوات كم من كلمة يقولها الواحد منا يرفع بها نفسية الشخص الآخر ويرفع من اعتباره ومن قدره ومن مكانه ومن إمكانياته وكم من كلمة يقولها أحدنا أو إحدانا فتحط بها من قيمة الذي أمامك وتجعله يعتبر نفسه لا شيء والأصل أن نقول كما قال الله جل وعز وقولوا للناس حسنا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته